بصراحة الرسالة اللي حابين نوجهها هو أنه في إصرار مطلق عند الدول العربية للمساهمة في خفض البيعات الغازية والوصول إلى السفر الكربوني وأنه العرب من خلال الوطن العربي الكبير والدول العربية مساهمين رئيسيين في التنمية المستدامة على مستوى العالم وهذا الآن بنعيشه من خلال الجهود الكبيرة اللي بتقوم فيها الدول العربية حتى تحافظ على أمن إمدادات الطاقة بسبب الأحداث اللي بعيش العالم خصوصا ما بين الحرب اللي إن شاء الله تنتهي أو كل الحروب تنتهي من العالم بين أوكرانيا وروسيا أنا فخور جدا بدولة الإمارات لأنه مش أول مرة إلي أنا تقريبا لأربعة عشر سنة رايح جاي على دولة الإمارات وهي أنا بحكي الدولة العربية الأنموذج لأنه الرؤية يعني ليس حلم بل يعني مية بالمية راح تكون حقيقة وبالتالي توجهات دولة الإمارات العربية الشقيقة للطاقة المتجددة يعني بدأت منذ أكثر من عشرين عام وتوجهاتهم حقيقية بالنسبة للهيدروجين الأخضر وأتوقع أنه دولة الإمارات العربية الشقيقة راح تكون رائدة على مستوى الدولة العربية وأنموذج يعني يطبق على مستوى العالم بما يتعلق في استراتيجية الطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر وأتوقع أنه راح تكون يعني أكبر مساهمة في العالم وهذا أعلن بالكوب 2025 من خلال القيادة الحكيمة لدولة الإمارات العربية الشقيقة أنها تكون أكبر دولة في الاستثمارات في الهيدروجين الأخضر بصراحة نفخرين كمان من مصر مصر هي فيها أكبر عاصمة إدارية هي نموذج يعني مفخرة للعرب والعالم في يعني خلينا نقول الفراعنة كانوا قادة بالحضارة بالعالم والآن إخواننا المصريين عملوا مدينة ذكية مدينة مستدامة وهي الأكبر على مستوى العالم وهناك كذلك المغرب ودول عربية كثيرة في هذا المجال وأتوقع أنه كمان هناك إقبال كبير على صناعة السيارات الكهربائية في مصر الشقيقة في المغرب في قطر والمملكة العربية السعودية عندنا مبادرة نيوم وبالتالي احنا فخرين بهذه الإنجازات العرب الحمد لله رب العالمين يعني أتوقع أنهم راح يكونوا قياديين في الإبداع والابتكار والتطوير والتحديث على مستوى العالم